قبل ما ادخل مباراة النهاردة هتكلم على حاجات حصلت في مباراة الاتحاد وهتكلم على الفترة اللي جاية ان شاء الله طبعا عايز اتكلم على نقطة مهمة جدا في ماتش الاتحاد حاول بعض المغرضين استغلالها علشان تبدأ من بدري عملية الضغط على التحكيم انا بالتحديد هتكلم على كرة معينة هي الكرة اللي كان عليها جدل كرة عمر السلية اللي فيه ناس كتير جدا 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 طلعت قبل ما تشوفها وتتعادل لقطة قالت لك دي بينالتي مية في المية حتى لما تعدت اللقطة قالت لك بينالتي مية في المية وطبعا السوشيال ميديا كله تقلب طبعا احنا عارفين الناس دي الاول اغراضها ايه ناخدها واحدة واحدة بس وعايزة ايه من الحاملة دي ورغم ان الكرة دي مش ضربة جزاء نهائي وإحنا قلنا كده هنا مع الكابتن ناصر عباس وفي الستوديو التحليلي والرجل وضحها بكل سولة وشفية بدرجة عالية جدا 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 من الكفاءة لان هي معنا على الشاشة ايه مين اللي لعب الكرة قدام حضراتكم عمر السلية رجل مين اللي خبطت فيه رجل عمر السلية مهاجم نادي الاتحاد الكرة عمر السلية هو اللي لعبها برجل اليمين الاول فين الدفعة هنا بتاعت عمر السلية انا عايز اسأل الجماعة اللي تلعوا قالوا ان البنالتي مية في المية صحيحة فين البنالتي هنا او فين دفعة او فين الاحتكاك بتاعة عمر السلية مع مهاجم نادي الاتحاد من الزاوية دي ما هو اللي بيتكلمه بيجيب لك الكرة من الزاوية تانية الزاوية اللي هو عايزها الزاوية اللي هي بتحقق اهدافه والغريب كمان اللي عايز ان يعني ده اللي مجنني ان فيه ناس بتحاول تدعي الامانة والمصداقية والحيادية تلعوا كمان يقول لك ايه ده الاتحاد الظلم الاتحاد كان ليه بالنالتي مليون المية مع ان هو لو كلف نفسه شوية ودخل عن نت او قاعد يبحث وكتب كرة عمر السلية ومهاجم نادي الاتحاد حيشوفها من كل الزاوية حتجيله من كل الزاوية حيقول الله لا لا انا كنت غلطان لا انا ازاي يجذب على الناس في رمضان اقولوا انه بيجذب في رمضان وغير رمضان وفي كل حت وفي كل وقت فانا بتكلم على نقطة معينة ناس معينة راحت لسكة تانية خالص بعيد وقالت لك ايه ان الاهلي ما كانش يستحق التلات نقاط ونادي الاتحاد كان ليه بنالتي حقيقة مليون للمية لو فيه لنادي الاتحاد بنالتي او غيره او غيره بنالتي او او اي جزاء حتى لو فيه انذار على العيب الاهلي او طارد على العيب الاهلي كنا هنقوله كنا هنقوله لما ييجي النادي الاهلي اللي بتظلم يقولك ايه عادي دي اقطا تحكمية طب ما بتقولش يعني حتى لو الكلام ده كان للنادي الاهلي ما بتقولش ليه ساعتا ان دي اقطا تحكمية يقولك ايه اصلا دي اقطا تحكمية ودي وردة في عالم الكرة اقطا تحكمية ودي متعة عالم الكرة طب ما بتقولش كده ليه لما الاهلي بتظلم ما بتقولش ان الاخطا تحكمية وردة ليه ما بتقولش ان اقطا تحكمية جزء من لعبة كرة القادم قلت بس دلوقتي لا الخطأ التحكيمي غير وارد وفيه ضربة جزاء ولو انها جبناها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وورناها لحضراتكم ان هي مش ضربة جزاء مش ركلة جزاء ابدا ولكن بعض المغردين هم اللي قالوا كده واحنا عارفين هم عايزيني